أعلن الجيش التركي في بيانين منفصلين مقتل ثمانية من جنود وإصابة ثلاثة عشر آخرين أثناء عمليات عسكرية في منطقة عفرين السورية وبهذا العدد يرتفع إجمالية عدد الجنود الأطراق الذين قتلوا منذ انطلاق عملية عفرين إلى واحد واربعين جنديا هذا وتواصل تركيا القيام بعملياتها العسكرية في عفرين مؤكدتنا أن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في سوريا لا تنطبق على معارك عفرين بحسب ادعائها